رح نلقى فيها نظرة على الوضع العام ومن ثم الوضع المالي الصعيد الصحي لدينا أيضا الصعيد العاطفي والأخبار المتوقعة في المستقبل الرسالة العامة لك يا برج الحمل أن هذا الوقت هو بداية جديدة لأن ترجع لنفسك لأن أشوفك صار لك فترة تعطي الآخرين لحد ما أنتو استنزفت فالحين جاء الوقت أن أنت ترجع لنفسك تكون أنت سعيد ومتصالح مع نفسك من الداخل بحيث ينعكس عليك هذا الشيء داخلا وخارجا هذا الوقت هو وقتك أنت يا برج الحمل وأنت استحق السعادة أول كرتين تبع الطاقة العامة عزيزي برج الحمل أنت لديك بداية جديدة لديك حاضر جميل فيه فرص جديدة فيه أشخاص فرص معينة هي اللي قاعدة تطرق بابك هي اللي قاعدة تقول لك افتح الباب أو اسمح لي بالدخول عطني فرصة حتى ما تكون فرصة بزنس فرصة عمل استثمار علاقات عاطفية علاقات أسرية بغض النظر أنت لحد الآن متعلق في الماضي وكثير التفكير في الماضي برج الحمل أنت كثيرا لازلت تعيد في الأشرطة والتسجيلات اللي حدثت عندك في فترة من الزمان في السابق لحد الآن أنت تفكر بنفس النمط وتتوقع من الأشخاص والظروف أن يكون لها نفس النتيجة يعني احتمال إذا فشلت في مشروع قبل ثلاث سنين عشر سنين أنت تفكر أن حتى المشروع القادم ما رح يكون ناجح ونفس الشيء على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي فالرسالة لك اليوم أن لديك أربعة أكواب ركز على الحاضر الجميل لأن الحاضر عندك مثل البذور اللي أصبحت الآن زرعة صغيرة وفيها براعم عليك أن تعتني فيها عليك أن تغذيها تهتم فيها لأن هذه هي طريقك إلى السعادة السعادة لن تصل من كوب واحد إلى عشرة أكواب كيعني كسحر ساحر المطلوب التدرج فأنت عندما تقنع بالوضع الحالي الموجود عندك وتقتنع أن من هذا الوضع البسيط أن تستطيع أن تفعل أكثر وأن تنتج أكثر وأن تصل إلى مرادك في الحياة هذا هو الشيء اللي أنت محتاج أتعرفه لأن عندك أيضا تسعة الأكواب مثل ما قلت لك أنت لا تعير الأشياء الموجودة حاليا في حياتك ذاك الإهتمام بسبب أنك متوقع أن تعطيك نفس النتيجة السابقة ومتوقع أن اللي ما نجحت فيه في السابق ما رح ينجح في المستقبل ولكن التارو يخبرك أن كل أحلامك حان الوقت أن تتحقق حان الوقت أن أنت فعلا تحدد مع نفسك شنو تريد في الحياة وتتجه نحوه تبدأ في خطوات صغيرة ما في أي مشكلة تبدأ في خطوات baby steps مثل ما نقول ولكن توجه خل عندك توجه نحو حلمك نحو الأشياء اللي فعلا تسعدك لأن بهذه الطريقة أنت رح توصل كرت تحقيق الأمنية إذا كانت عندك أمنية معينة في بالك تجتمع مع شخص معين تكون سعيد في مجال تجارة أو بيزنس أو أي مجال ثاني عندك كرت تحقيق الأمنية ولكن عليك أن تغير شوية من تفكيرك السلبي شوية أو المتعلق بالماضي إلى أنك تركز على الحاضر ولكن لا تركز على المستقبل كثيرا لأن أيضا التركز على المستقبل رح يخليك تعيش في توتر وترقب وتسأل عن التوقيت متى ومتى راح يحدث اللحظة اللي أنت تسأل فيها عن التوقيت علم أنك غير وافق في دربك فالرسالة أنك أو النصحة أنك تكون عايش في الحاضر لا تكون عايش في الماضي ولا تكون جدا تترقب المستقبل بطريقة جدا هواسية عشان طاقتك تكون موضوعة ومركزة نحو ما تريد تحقيقها الوضع المالي عندك هي برج الحمل جدا ممتاز أنت خارج من مرحلة كان فيها الكثير من الالتزامات الكثير من المسؤوليات المالية احتمال عليك ديون لكذا شخص ففي الفترة السابقة احتمال كان عندك أشياء أو في أشياء معينة تريد أن تشتريها تنجزها ولكن ما تستطيع لأنه كانت أيضا لديك الكثير من الالتزامات وطبعا أنت اخترتنا في الفترة السابقة تؤدي ديونك أول أو مثل ما نقول أن تعيش على قدر ما لديك من الناحية المالية أنت خارج من هاي المرحلة أحس أنك في مرحلة نهاية الدين خلاص تقريبا أديت المسؤوليات اللي عليك باتجاه الأشخاص أو المؤسسات وداخل في مرحلة جدا جميلة عندك Ace of Pentacles الخماسي الأول وهو يكون بداية لكل شيء أفضل يتبعه البداية وأقوى شيء في رقم واحد أنت عندك بداية الخماسي احتمال أنك ابتدت في مشروع أو مقبل على مشروع مقبل على عمل جديد رح يأتيك مبلغ من المال من أشخاص إما عن الطريق هدية أو إما عن طريق يحتفلون فيك ترقية أو احتفال على الصعيد الشخصي أو أيضا في أشخاص كانوا مديونين لك من فترة والآن سيرجع لك الدين سيدفعون ما عليهم وسيأتيك مبلغ مالي يساعدك أيضا على البدء في مشاريعك الجديدة اللي أنت مقبل عليها فهذا الطابع اللي عندي أنت انتهيت وداخل على مرحلة جديدة مشرقة وقوية أيضا دخولك قوي فلا تفكر كثيرا ولا تخاف ولا تحس بالتردد لأن أنت مستعد وعندك أيضا القيادة اللي تحتاجها من أجل الأمام على الصعيد الصحية برج الحمل عندك كارت دامون وهو القمر برج الحوت وعندك أيضا ملك الأغصان اللي قاعد أشوفه احتمال النكف السابق سويت تحليلات طبية سويت فحوصات كان احتمال تعاني من بعض الأعراض ما راح أقول مرض المرض بالعادة يكون يعني مزمن ولكن أعراض معينة لمشكلة بسيطة وعكة صحية تمر فيها التارو قاعد يخبرني أن كل اللي مريت فيه هو عبارة عن عوارض عوارض الألم من الماضي عوارض التفكير الكثير تعرف يعني التفكير والحوس وأنك تعيد وتزيد في مواضيع ماتتها وانتهت من فترة كثيرة هذا لا يخدم صحاتك في احتمال في الفترة السابقة جسمك كان قاعد يخبرك أن احتمال فيه عندك بعض الأشياء زايدة بعض الأشياء ناقصة شوي السكر شوي الضغط ولكن هاي مجرد مؤشرات عشان تحطك أنت على الطريق الصحيح ليش؟ لأن العقل السليم مثل ما قلون في الجسم السليم لما أنت ما كنت نفسيا مرتاح لما ما كنت سعيد ما كنت تحس أن في بداية مشرقة لك احتمال أنك كنت متشائم في السابق وهذا أثر على صحتك النفسية جدا تؤثر على الصحة حزيزي برج الحمل فلازم تكون حذر في طريقة انتقائك للطاقة للتفكير للتواصل الرحاني هذا جدا مهم ولكن وضعك الصحي جدا ممتاز وقوي لديك أقوى ملك يعني من ناحية الجسدية ملك الأغصان هو أقوى ملك أو ثق ملك وهذه أيضا طاقتك أنت يا برج الحمل طاقة نارية فأنت في طاقتك يعني أنت في موضع قوتك جسدك قوي جسدك لا يشكو من أي شيء فلا تفكر بسلبية أو تبتدي تدخل نفسك في دوامة أنا مريض أنا عندي السكر وأي أحد تلتقي فيه لم ترى من فترة يخبرني أنا عندي سكر عندي حصى عندي هذا غير صحيح أنت قاعد تهم نفسك بهاي الأفكار أنت صحيح وأنت قوي مجرد الأشياء اللي عانيت منها في السابق هي كانت مؤشرات أو عوارض مثل الدقة اللي تخبرك أنه في شيء أنت كنت قاعد تسوي من فترة طويلة باتجاه نفسك ما يخدمك وغير صحي لا يفيدك لا جسديا ولا عقليا فاللحظة اللي أنت تقلب فيها طاقتك إلى الطاقة الجديدة المتوفرة عندك راح تعرف فعلا أن أنت صحيح واحتمال أنه راح تقول بينك وبين نفسك أن صحتك لم تتغير كثيرا بالعكس تحسنت على الفترة السابقة وهاي فرصة جدا ممتازة أن أنت تعيد حساباتك تأكل أكل صحي أفضل تحتم بنفسك لو كنت من فترة طويلة لم تمارس الرياضة بالعكس ملك الأخصان يقول لك ركز على نفسك احتم بنفسك أنت قوي بطبيعتك ولكن دائما تحتاج إلى أن تعمل على نفسك تعطي لنفسك وقت ومجهود تحتم بأكلك وبكمية الأكل وتذكر الأشياء اللي عانيت منها مجرد عوارض تخبرك عن وضع غير محبب وضع غير جيد بالنسبة لك على الصعيد العاطفي عندنا ثلاثة السيوف وهي طاقة الألم الجرح العلاقة الثلاثية الخذلان الخيانة أو مجرد يكون متعب يعني كل هاي الخيارات تنطبق على ثلاثة السيوف وأيضا عندك ملكة آآ سوري بيج أوف كوب آآ الكوب الصغير لأن هاي برينسز مو كوين وعندنا إيس أوف وانز الغصن رقم واحد مثل ما قلت لك البداية دائما رقم واحد هو يكون أقوى شيء وأقوى بداية من أجل المستقبل اللي قاعدة أشوفها أن أنت انتهيت من مرحلة كان فيها احتمال مع شريك مع علاقات معينة كان فيها ألم كان فيها خذلان بغض النظر عن السيناريو اللي حدث سواء الشخص خانك أو سرقك أو أذاك أو تحس أنه كذب عليك أنت أنت متعافي بغض النظر عن القصة اللي تخبر بها نفسك التاري يخبرك أن أنت متعافي وأنت تستطيع أن تقلب الأمور من الجرح إلى السعادة مجرد اختيار شلون لأن أنت عندك الغصن الأول في علاقات معينة تدخل حياتنا أو أشخاص معينين عشان هو فعلا يسببون الألم الخذلان التعب البكاء ولكن هاي العلاقات احنا نتعلم فيها عن نفسنا أشياء كثيرة نتعلم فيها عن قوتنا نتعلم فيها عن إرادتنا نتعلم أن احنا ممكن نكون سعيدين بغض النظر عن تصرفات الأشخاص اللي حولنا يعني الرسالة لك على الصعيد اللي عطفي أن لا تجعل تحركات الآخرين اللي حولك ثلاثة يعني فيها أشخاص آخرين لا تجعل هذلين الناس اللي حولك سوء أن كان شريك أبناء أصدقاء زملاء عمل لا تجعل تصرفاتهم هي سبب سعادتك أو تعاستك لازم أن تكون لازم أن تكون مسؤول عن مشاعرك وتنتقيها بعناية أنت المسؤول عن مشاعرك وردت فعلك لتصرفات هؤلاء الأشخاص هي اللي تحدد أن أنت رح تكون سعيد فعلا أو رح تظل تعاني وفي دوامة أنه فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وقبل خمس سنوات هو أيضا عمل كذا هاي القصة اللي أحس أنك قعد تعيدها بينك وبين نفسك أثرت عليك على صعيد جدا كبير حياتك بشكل عام طالع عندك هالطاقة فالتر يخبرك أن أنت مجرد أنك تتخلص من هاي المرحلة تكون في سلام فقط أنك تتوقف عن إخبار القصة للأشخاص اللي حولك وللناس معناته أنك خلاص عشت التجربة انتهت منها خرجت منها بسلام ومتعافي وداخل مرحلة التعافي من السيوف إلى الماء قد لا تكون البداية الكبيرة يعني ما ما تستطيع أنك تستيقظ بين يوم وليلة وتذهب من مرحلة الخذران إلى مرحلة السعادة ولكن بالتدرج عشان تدري ما عندنا الكوب الكبير عندنا الكوب الصغير page of cups فهي يخبرني أنه مو مشكلة تدرج في تدرجك بداية جديدة سعادة جديدة وأحس أن سعادتك راح تكون على الصعيد جدا العملي راح تبتدي شيء مشروع حرفة بيزنس حتى مجرد عمل جديد راح يكون فيه أيضا سعادة ليس فقط مصدر جديد للأموال ولكن سعادة قلت لك يا برج الحمل راح تكون ترجع إلى نفسك إلى طبيعتك النارية ولكن باستقرار وسعادة فهذه هي الرسالة الواضحة لك على الصعيد العاطفي أن تتوقف عن إخبار القصص الحزينة اللي أنت مريت فيها لأن الجميع الجميع مر بقصص حزينة ولكن كيف أنت تعاطى معها هو اللي يحدد مصيرك في المستقبل فعليك أن تكون حذر عزيزي برج الحمل إذا أنت تنتظر أي شيء معين في المستقبل موضوع بخصوص الهجرة بخصوص الفيزا مشروع معين علاقة زواج أنت مكتوب لك النصر المحتوم إن شاء الله في المستقبل لأنه عندنا كرتك وهو كرت الإمبراطور واقف أحسه خصوصا في هاي القراءة جدا أنت في عنصرك عنصر النار وكرتك رح نختم القراءة بكرتك أنت يعني في النهاية اللحظة اللي أنت فعلا تأخذ فيها قرار أن تنتهي وترجع إلى نفسك وترجع إلى سعادتك رح يكون فيها نصر بالنسبة لك عندنا السيف بداية جديدة مع الإمبراطور هو خليط يعني أن نصرك لابد منها ولكن أنت بيدك أن تؤخر لنفسك هذا الانتصار والحصول على الأمنية أو تعجلها فإذا احتمال تنتظر شيء معين عن مشروع موافقة على مشروع أموال معينة تأتيك من بزنس معين خبر جديد بخصوص ارتباط زواج هذه الفترة القادمة جدا ممتازة لأن أنت طاقتك موجودة في عنصرها ولكن فقط المطلوب منك أن تتوقف لأن أيضا لدينا ثلاثة السيوف بإمكانك أن تتخلص من هذه المرحلة عشان تدخل في المرحلة الجديدة المشرقة الإمبراطور جدا قوي في هذه القراءة أحس أن قاعد يخبرك أن أنت الشخص الوحيد اللي باستطاعتك أن تمنع السعادة عن نفسك لأن السعادة أردي تنتظرك والنجاح حليفك والنصر أيضا حليفك رح أسحب لك كرت أخير سوري كرتين كرت واحد تبع النصيحة والكرت الثاني نحو ما يجب عليك أن تعرفها أول كرت رح يكون النصيحة لشهر أبريل يا برج الحمل أوكي you are limitless you are limitless وراها like attracts like بالضبط ملخص القراءة في هاي الكرتين إذا أنت like attracts like كل شيء تجذبه رح تجذب ما هو شبيه لك فلازم أنت تكون حذر من طريقة تفكيرك من طاقتك من طريقة عبوسك وأخبارك للقصص الحزينة وتعلقك في الماضي لأن هاي اللي رح تجذبه إذا استمررت على هاي الطريق المزيد من السيوف إذا ابتديت في النظر إلى البداية الجديدة القدرات اللي عندك الأشياء اللي تقدر تحققها حتى لو كانت بسيطة مجرد أنك تنظر إلى الجانب الآخر الجانب المشرق هو فعلا رح يكون بداية مشرقة لك وتحقيق لما تتوقع فكن حذر في اختيار أفكارك طاقتك ما تتوقع كن حذرا في إخبار القصص للآخرين يعني عندما تلتقي بالآخرين ممكن الثاني عيشون نفس الظروف المالية وعندهم نفس المبلغ في البنك واحد منهم يقول يمشي ويقول الحمد لله الله ما قصر معاي بشي أنا عندي كل شي أحتاجه الثاني عنده نفس المبلغ في البنك أو أكثر ولكن دائما يتحدث عن النقص في الأموال في الحب في الزواج الفشل فكن حذر القصة اللي تخبر الناس عنها هي اللي فعلا راح تتحقق لك في حياتك فكن حذر اختار بعناية وأيضا عندك كارت شنو قلت لك برج الحمل انت في طاقتك طاقتك مفتوحة لك تستطيع أن تكون في عنصرك عندنا حيوان أن تنجز لنفسك كل شيء ولديك أيضا كل ما تحتاجه فلا تفكر أن أنت ليس لديك الكثير بالعكس لحد الآن في هاي المرحلة من أجل المستقبل أنت لديك كل ما تحتاجه فلا تجلس وتخبر الناس أو تخبر حتى نفسك أن أنت لحد الآن لم توصل وأيضا رح اسحب لك كارت واحد بخصوص ما يجب أن تعرفها أو المفاجآت المخبأة لك بشهر أبريل مهم هذا كارت مثل العالمة أو جدا قريب لك الصورة هاي الكرت قريب من كرت الساحر اللي تحدث عنه قبل شوي لديها كل العناصر وهي قاعدة تحاول تخلق شيء جديد فإن جدا من المهم أن تدرك أن على هاي الطاولة طاولة حياتك لديك كل ما تحتاجها حاليا في هاي الوقت لديك الملابس اللي تحتاجها الأشخاص اللي تحتاجهم عشان تاخذ أول خطوة في طريقك الجديد نحو حياتك لأن تريد أن تعيش فيها خمس شهور من الآن خمس سنين من الآن أن تملك كل ما تحتاج فمن أجل ذلك حاليا يجب عليك أن فعلا تكون سعيد متصالح مع نفسك تدرك هاي الواقع وتكون جدا عكس التشاؤم شنو متفائل متفائل بخصوص المفاجآت اللي إن شاء الله رح تأتيك في المستقبل أنا ما أحب العادة أحدد وقت معين لأن الوقت يختلف كلكم يا برج الحمل ما رح تتصرفون بنفس الطريقة فاللحظة اللي أنت تنتهي فيها من الماضي بغض النظر عن التوقيت أنت رح إن شاء الله تدخل في البداية الجديدة شكرا عزيزي برج الحمل شكرا عزيزي برج الحمل شكرا عزيزي برج الحمل شكرا عزيزي برج الحمل شكرا عزيزي برج الحمل